ومن الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله النهاردة تم إجراء غلق كل شارع الهرم في منطقة مدكور في الاتجاه القادم من المريوطية عشان أعمال محطة مترو الأنفاء وتم تجهيز التحويل المرورية اللازمة النهاردة كمان المياه هتقطع عن سبع مناطق في الجيزة وهم المنيب والأصبجي العمرانية الشرقية شارع البحر الأعظم شارع ربيع الجيزي وسائة مكي وميدان الجيزة وده هيكون من الساعة 12 بالليل النهاردة والحد بكرة الساعة 6 الصبح ده بسبب أعمال إحلال وتجديد طلبات بمحطة مياه جزيرة الدهب النهاردة هتنطلق مراسم حفل فتاح الدورة 11 لمهرجان لقصر للسينما الأفريقية لتفتتح وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبدالدايم خلال الحفلة هيتم تكريم اسم الفنانة الراحلة هدى سلطان النهاردة وزارة الأوقاف حددت خطبة أول جمعة في شهر شعبان عن الزكاة والصدقات ودورهم في التنمية المجتمعية